حسنا يا رب يكون صوت واضح في هذا الفيديو أنا بدي أحاول هل أنا عندي هدول الفائل وهدول الفائل عبارة عن زي Excel File هما CSV بس هوا زي الأكسل وفيهم rows of a long column one column of very long data فيها يمكن أكتر من مليون rows يعني كتير 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 data طويلة مش عارفي إذا باين في الكاميرا هذا يعني عندنا هون كتير 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 طويل يعني شوفوا قديش طويل يعني يمكن ما بعرف هذا 30 مليون row أو إشي زي هيك فـ The data is really huge The data is really huge فـ أنا إش بدي أحاول أعمل؟ بدي أحاول I wanna read a section of the data let's say the first 1.4 million أو المليون و4000 1.4 million دعنا نقول 1.4 million row أول 1.4 million row ويريد أعملها copy لفايل ثاني وبدي أحفظ 1.3 million row وأحفظها بفايل جديد نفس الفايل بالضبط لكل هدول فايل جديد يكون بس فيات مليون رو لأنه الديتا كتير طويلة وأنا مو عرف أتعامل معها بدي أتعامل مع ديتا أصغر أول شي رح أعمل وإني أعمل ريد للفايل بس لأنه أنا عندي واحد، اثنين، ثلاث، أربعة فايلات أريد أن أقوم بقوله بدي أعمل للووب ويريد أن أقوم بقليل هذا الفايل وأريد أن أفعل موضوع فايل ويقوم بقليل لفايل موضوع أو بدي لفايل يجب أن أصغر بقليل أسابه هنا في الفايل لا تهلاف يجب أن أفعل فايلة أخرى وبدي يكون 1 million rules بس الفكرة انه انا مش حابة اغير الاسم تبع الفايل فبدي اصيفه في مكان تاني يعني مثلا بهذا الفولدر اوكي فاول شي رح نعمله رح نحدد الفولدر اللي جواته هاي الفايلات بهذا اللاين فولدر m اللي هو فولدر of measurements او خلنا نقول فولدر of يعني هادا الفولدر اللي هو measurements اللي جواته هاي الفايلات اوكي فحددنا الفولدر وبعدين بدي هلا الفولدر لو انتو شايفين في ياتو فولدر تاني device 1 device 2 device 3 10 11 انا ما بدي كل هادول اوانا جست هادول فانا ايش رح اسوي رح احدد بس الفايل فاولدر of extension csv اوكي لانو انا بدي الفايل تاعوني csv الـ type تبعهم csv اذا رح احق الـ my files الفايلات اللي انا بدي اياهم رح اعمل my files equals directory اللي هي measurements directory اللي هي فولدر m لكن هون منحدد اللي هي ال- معناها عشان اوضح لكم هاي هلأ لو انا اجيت اعملت run لهذا الكود خلنا نقول سويته data whatever it's just a code سو انا عملت له run هلأ انا بدي اعمل length of my files كم مفروض يطلع لي هلأ ما رح يطلع لي كل هدول رح يطلع لي بس اربعة واحد اتنين ثلاثة اربعة لانه بس هدولة اللي عندهم csv extension فخلنا نشوف evaluate حيطلع لي for وانا منتأكد ان هو he's just recording these four alright و هادي it's just like a function هادي الفول فايل احنا بدنا الفولدر ام بس we're we're بنحدد csv files only inside the folder m فيعني هاي الفونكشن directory انا ممكن اعمل directory واكتب measurements measurements اللي هو اسمي الفولدر directory هاي directory وحطيت الفولدر measurements كم شغلي طلع لي طلع لي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يعني طلع لي كتير فايلات انا بس بدي هدول اخر اربعة بس بدي هدول واحد اتنين ثلاثة اربعة بس بدي اخر اربعة فعشان هيك احنا حطينا full file بعدين حطينا csv folder m اللي هو measurements يعني مش لازم احط folder m ممكن بس احط measurements بس انا اسويتها inside the variable اوكي فهادي يعني i think هادي ما رح نحتاجها هاي بس على لشان التوضيح رح نستخدمها لقدام لانه هاي اللي هو اربعة رح يكون اللوب تبعنا لانه we're gonna loop for اوكي 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 بس قبل ما نعمل هاي اللوب اول اشي انا 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 قررت اني اسييف ال new files inside the data store فلما بدكم تسييفو جوا فايل جديد اوكي 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 سواempty ف if you want to empty its mood of a folder you use this line of code هاي اوك телефон أرى что случилось في Datastore لضع عينكم على كتابات التحضير وداخت file الفولدر اسم SF12 كانت تختار التحتوى وضع لديهم هذا التحتوى الـ Datastore فولدر اختفى ليش؟ لأن اخترت الـ RND وكلفة الإخبار فأنا إخفت صفحة الـ Datastore directory okay so I remove the I removed the directory ممكن أنا أعمل directory جديدة I removed it, صح, I want to make it again ممكن تعملو هاي تستخدمو هادا اللين of code make dir it's like make directory make يعني هنا إحنا سونا لها remove وهنا we recreated this فلو سويت evaluate هادي مبدئين حيطلع لي error لأنه ما عندي فولدر I بس لو عملت استنوا لو عملت make directory ما بدنا إحنا فولدر I ولا ما بدنا أي شي بدنا directory data store بدنا directory باسم data store وما بدنا هادي حلا if I run this line of code it's gonna create a new folder هايو اسمو data store بس إحنا إحنا we don't care about this now أوكي سو رح بس رح نسوي لها comment أوكي اكتشلي أنا ايش بدي أعمل بدي أعمل directory بدي أسميها device 10 أو device 11 أكتشلي لقى خلينا نعمل الفولدر يكون نفس اسم الفايل هلا أنا عندي 2 ل 10 و 2 ل 11 فبحط طبعون العشرة بفايل وبحط طبعون ال 11 بفايل تاني طيب آم أوكي هلا بدنا نعمل اللوب بدنا نعمل اللوب أوكي رح نعمل رح نبدأ خطوة بخطوة عشان نكون معانا لنهاي هنعمل هلا إحنا فاهمين إنه اللوب loops k loops from 1 to the length of my files اللي هي هتكون أربعة إن شاء الله وحسب ما إحنا منغير ال input هو بيعمل output وبدنا نعمل directory آم وبدنا أول إشي بدنا نعمل فولدر هلا الفولدر إحنا قلنا بدنا نعمل 2 فولدر هلا it's gonna look 4 times إحنا بدنا نعمل فولدر لل 10 وفولدر لل 11 أوكي فأول إشي كيف كيف بدي أعرف إنه هذا ال input تبع 10 ولا تبع 11 خلا نقول هاي device 10 وهاي device 11 كيف رح نعرف رح ناخد أول واحد 2-3-4-5-6-7-8-9-10 أول 10 أحرف من اسم ال input file اللي it's looping in it's gonna look 4 times صح؟ in each loop it's gonna take one file لما نكون في الأول file رح نقرأ أول 9 letters ورح نعرف إنه هادي device 10 هما كانوا 9 صح؟ 1-3-4-5-6-7-8-9-10 عفوا أول 10 ف we're gonna read the input هاي رح نستخدم هادا line of code هلا هادا line of code what it does is it reads oops elbase file name equals myfiles k هلا إحنا myfiles k هلا إحنا شفنا what myfiles is صح؟ خلنا أفرجيكم myfiles هما أربعة آه sorry sorry myfiles is an array of arrays is an array of arrays يعني هلأ مثلا لو كتبت myfiles واخترت name name array هلأ myfiles جواها arrays لو كتبت dot name هيطلع للأري تبع all the names inside inside myfiles مفروض يطلع لي أربعة صح؟ لأنه it's an array of arrays والmyfiles جواها arrays وفي أول array هو names تبعون الفايلز في ثاني array لدينا folder وثالث لدينا والbytes بلاذ بلا 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 احنا we don't care about all of this stuff احنا بس we care about the name لأنه احنا بدنا نقرأ أول عشرة لترز صح؟ 1 2 3 أنا أصف صرت عداها المليون مرة تقولوا عندي OCD ولا إشي فإحنا هلأ مناخد base file name أو مثلا منقول folder name عشان يكون أوضح لإلنا folder name current folder name حيكون أول عشرة أول عشرة صح؟ بس أول إشي إحنا رح ناخد ال name أوكي رح ناخد ال name هذا هو ال name تبع current folder في current loop it's gonna loop four times وat the first loop إذا أنا كتبت my files وحطيت one رقم واحد رح يجي عندي معلومات أول folder لأنه it's an array of arrays لما أعمل one it takes the first array or the first array holds all the information for the first file إحنا رح ناخد dot name رح ناخد بس إحنا we only want the name إحنا we don't want the path we don't want the date we don't want the bytes nothing nothing just the name فإحنا رح نعمل one أول إشي اللي هو associated with the first file بعدين نعمل dot name يعني dot name يعني رح ناخد only this part okay this is easy peasy فإحنا هون رح ناخد the first file the array of the first file ورح ناخد بس the name of the first file هلا هاي إحنا let's assume we're in loop one فإحنا we want to read this part only صح what do we do إحنا هلا عندنا ال name inside folder name actually خلنا نسمي base file name زي أول لأن الفولدر نيم هيكون لأن الفولدر نيم هيكون only the first ten فهلا نعمل variable تاني وبنسميه folder name بساوي فقط أول عشرة من base file name نكتب base base file name ونعمل one two ten okay خلنا نشوف هون هون هم سمينها folder i اللي هو correspondent to my folder name هم نسمينها folder i okay هو البويس file name عندهم from one to end minus four هاي مقصود فيها انه بدهم ياخدوا كل الاسم معادة extension لأنه extension اذا بتعدوا واحد اثنين ثلاثة اربعة اخر اربعة they represent the extension فاحنا we don't want the extension طبعا اكيد ما بدنا اياها فاحنا بس رح ناخد من اول لعشرة فا automatic ما رح يكون عنا extension ف we don't care about end minus four يعني هلأ folder name هاي اذا if i run it ايش رح يطلع لنا رح يطلع لنا اوكي خلنا نعمل run للتنين اوكي الكي variable كي خلنا نعتبر كي equals one اوه سوري خلنا نقيم هاي ال parentheses اوه 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 شو ال parentheses the semicolon run evaluation هيطلع لنا folder name is laura mod 10 ممتاز يعني كل شي is running good هلأ حددنا اسم الفولدر هلأ بدنا نعمل هاد الفولدر we want to make the folder فايش منعمل منستخدم هاي make directory منستخدم هاي الفونكشن make directory هلأ في عنا مشكلة انه احنا اتنين اتنين files هيكونوا جوه نفس الفولدر فا I don't want to make the folder twice you can it's gonna show an error and it does work if you just make the file but if exist if does not exist then make directory otherwise it will not make it in this line of code بيخلينا نعمل directory مرة واحدة بس بس if I don't if I only make the directory it will not يعني it will still work يعني it should work بس it will show an error that the directory already exists but to avoid any errors we're just gonna if check if we already created this this directory if exists okay if exists base file name base file name if exists هذا file sorry if does not exist هذا folder we create this folder name okay 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 we're going to have a variable it changes according to the base file name so we're going to have a variable we're going to have a string so up to now and we're going to understand everything right so so this is the need to make directory it should execute twice twice مثلاً نوع تاني من الفولدر اللي بتكم تعملوا read منه ممكن يكون excel ممكن يكون whatever فأنا عم باستخدم csv read هاي الفنكشن specific to csv files فيه فنكشنز تانية ممكن تستخدموها مثلاً هون عندكم read table use read table or read matrix يعني ممكن هون اكتب read matrix read table read matrix read cell array from file create يعني read struct ممكن تقرؤوها as a struct فهمين علي بس انا for me i'm gonna use csv read لأنه الحياء اسهل هايك و I'm gonna read I'm gonna read Current folder اللي أنا هلأ فيه اللي هو حيكون تحت لا Current file اللي أنا فيه اللي هو هذا الفايل بدي أقرأ من Laura mod 10 أوكي فهون إيش حطين حطين الفولدر اللي قرأوه من هون sorry الفولدر M الجوه وجوه ومع base file name يعني هذي ممكن هنا نكتب my files dot name بدل base file name والampersand والا percent signed شو ampersand الpercent s معناها string يعني هادا هو string صح هادي تنحط هون بالstring هادا وهاي تنحط بال other string فحيكون concatenated وبينهم حيكون فيه شخطة هادي السلاش هاي هيك فهادي حيطلع فولدر M هو الميجرمنت فولدر صح سلاش الباس file name اللي هو اسم الفايل نيم اللي قرأناه الباس file name هو my files one dot name اللي هو شفنا laura mod 10 sf7 dot csv الكامل الفولدر name المقصوص اما base file name هيكون الكامل فهادي it corresponds to my files one dot name هي هاي نفس الشي بس اسهل انه نستخدم الvariable اللي اللي هو base file name base file name والفولدر M اللي هو اللي حددناه فوق الميجرمنت والpercent S زي ما قلتلكم يعني هادي it's a variable صح احنا كيف بدنا نعمل print الvariable هون هاي الفنكشن sprintf تفرجيكم اياها it's gonna print this variable بعدين slash this variable وهادي راح تكون بتتحول ل string يعني حيتكون string value فالcsv read هيقرأ هيفهم انه هذا file path مصح لا csv takes input a file path اكي فا هذا اللي هو file path تبعا اللي احنا هلا حددنا خليني خلوني انا اعملكم اعملكم اياها evaluate شوفوا كيف تحت اول شي الفولدر m اللي هو measurements slash هاي هاي اللي بعدين laura mode 10 sf 12 اللي هو اللي هو الفايل number one inside of الهاي inside the ايش اسمو inside the folder اللي احنا نقرأ منه وcsv reads هذا يعني it reads the string يعني انتو هلا مستغربين ليش احنا مش حطين file path ليش حطين sprint f what the hell is this لا هادي هادي يعني هذا كله الoutput تبعه هذا وهو it's just a file path it's as input ف هادي ال input حتكون inside هاي بس انا i don't to read it all صح احنا هدفنا ايش الهدف تبعي انه i want to read the first million lines تمام هلا بهذا الفايل اول اش هو عمل reshape reshape هاي reshape function what it does it slices the data هلا احنا عنا row زي ما فرجاتكم ال data كانت column طويل صح طويل كتير احنا ما بدنا column طويل كتير بدنا نعمل slice slice لل data ات fixed slice block of ten rows ونصف هم جم بعض بدل ما يكون عنا واحد column طويل حيصير عنا matrix وحتكون مثلا في هادي هون هم عاملين slice at three thousand فكل three thousand rows بيعملوا slice وبيصف data جم بعض وبيعملوا نفس الشي slice وبيصفوا data جم بعض وطبعا هاي الاشياء فيها normalization انه ضرب بال three thousand وقسم على three thousand هادي والlink هاي كلها والfloor هاي it's a rounding function floor function بتعمل rounding يعني to the nearest integer I think اه يا رب يكون صح المهم هاي rounding function فهو عامل rounding للن length على size فهي it's kind of like sort of like a normalization it takes the IQC it's the total data صح هو لا هو ماخدها من واحد فقط لل floor of the length over the size length of this one over the size مضروب بالsize it's kind of like يعني it's عشان ما يصير اي خربطة لانه مرات مثلا انا ممكن اغير size وما يكون لو قسمت على actual size the real size of the column يعني مثلا the column مليون ونص وهذا 3000 1000 we كل البلوكس نفس it's size for this step is crucial okay i don't want to actually i don't want to do this ana i just want to cut it read it up to a certain extent and i'm gonna read all this when i write it when i write it when i make a new file and i write it بدي I only want to write the first يعني million rows أو million and يعني whatever size I want نشوف لقدام so so احنا هلأ we read the whole thing اوكي يا جماعة أنا بس كنت بطلع الفورمات تبع CSVWrite هادي فapparently CSVWrite takes input the name of the file و the input what you actually want to write in our case it's the IQC vector صح عن IQC I want to write it inside a file بس بسيكون أنا بدي ايا أنا بالنسبة للي بدي ايا نفس الاسم بالضبط that's why I'm creating a folder عشان اقدر اسمي الفايل نفس الفايل وما يعمل لأرر لانه اذا بدي اسيف بدي I want to create a new file و بدي اذا انا بدي اعمل a new file و سوري اذا انا بدي اعمل a new CSV بنفس الاسم لازم اسيفه بمكان تاني صح ما بدر اسيفه بنفس ال measurements folder فانا اش رح اعمل I'm gonna create the make deer I'm gonna create this folder وهذا الفولدر رح ينعمل جنب ال data store يعني هيكون في extra file هنا عنا data store هنا عنا measurements هو هاد هيكون في نفس ال directory تبع الكود والكود هو هون ف it's gonna create it here فانا بدي اعمل csv write جوه الفولدر هذا الفولدر name فانا رح احط البعض رح اعمل نفس الطريقة هنا sprint f هاعمل لا ما رح احط فولدر m رح احط فولدر name ان شاء الله يشتغل رح استخدم هذا الاشي رح اعمل البعض خلانا شوق هاد هيكون الفولدر name folder name وهون base file name اللي هو نفس الاسم بتيا نفس الاسم والcontent اللي بدي اعمل ها هي بس خلنا نشوف ايش اول اي كي كيف اضغط عليها اه اوكي لازم اعمل هريد هلأ مفروض هون يطلع عنا غريب ليش معدني اوكي it's still running يا جمال شايفين انا اصلا هاي مشكلتي مشكلتي انو الفايل هادا كتير طويل كتير كتير طويل فانا عشان ادار اتعامل معا قررت اخذ اخذ هذا الفايل اللي هلأ انا عادة عم بقرأ اللي خلص هلأ هون مفروض يطلع عندي variable IQC شوفوا الـ variable هذا عبارة عن الرقم ضخم مشعارف هاي 30 مليون ولا ايش ضرب واحد column يعني فيها روز كتير كبيرة انا بس بدي اخذ اول مليون واربعة روز خلنا استنوا بس اشوف انا قديش الـ data اللي بدي اياها اخطار هاد سيز 104 00 00 00 اخطار 104 000 1 اخطار روز و اخطار اخطار روز اخطار 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 من الرقم الراعت subjective اخطار بشكل with the size في أربع أصفر تمام I'm gonna write يعني هذا ال line of code CSV write writes at this location خلنا نشوف إيش هاي اللوكيش عشان نتأكد إنه إحنا عم ناخد اللوكيشن الصح اللوكيشن هاي اللي هي الفولدر LauraMod10 LauraMod10 Add and this file name Okay So هذا الصح هذا نفس ما أنا بدي تمام Okay that's it That's all of the code يعني easy الحمدلله I hope I hope Let's go through it again We have First of all We decide for what the folder we want to read the CSV files from وهونا we extract only the CSV files من هاد الفولدر اللي إحنا we want to read from then we open a loop then we open a loop 4k loops from one to the length of the my files لأنه إحنا بدنا we want to look for each one and it's gonna loop and it's gonna loop شفتو كيف لازم we have to go through the code هاي لازم تتغير أول إشي حي it's gonna loop for this and then this and then this وهاي هاد هو اللاين اللي بيخلينا نسوي jump ومناخد الاسم ونسايفه بالباس فايل نيم ومناخد من الباس فايل نيم أول عشرة أحرف وهادول الأول عشرة أحرف رح يحددوا الفولدر نيم اللي هو الدايركتوري اللي عملناها وهاد الفولدر نيم حيكون حينصنع يعني بعدين بعدين يعني مفروض حيطلع لنا هون two folders أكي بعدين حنقرأ من ال current file اللي هو ال base file name هادا ال current اللي احنا فيه حنقرأ منه ال iqc vector وبعدين حنكتبه جوا هادا الفولدر اللي هلا شفنا اللي هو هادا لانه احنا takes input csv write takes input file path ونفس و the second input اللي هو ال iqc احنا بدنا نكتب جوا اللي هو انا هادا اخترت الاول 100 مش عارفة هيك اش هادا الرقم اوكي بسم الله طبعا ال code هياخد وقت زي ما شفته من قبل لكل file هياخد كزا يعني شوية وقت لانه زي ما شفته كتير 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 طويل هنا انتو شفتوا ال iqc كتير كتير طويل 以هم احنا أحنا الحصب اس�� طويل احنا سوعت احنا بقي حصب احنا هوا طويل ان توجد العشس ان توجد Bul fortunate احنا فقط نفضل I know we're in loop 1 and we're writing inside this file Okay خنتبع مع بعض شوفوا هنا هلأ فجأة Inside the LoRa mode 10 حتلاقوا file ثاني هيا شفتوا هلأ صار عنا file هلأ إحنا we're in loop 2 loop 2 يعني k equals 2 طيب Sorry I'm over explaining I understand maybe I'm explaining too much and maybe I'm explaining أشياء بديهية وهي second file is created a folder هلأ بدي أحكي لكم أشوية أشياء عشان أنتو لما تيجوا بدكم تعملوا نفس الشي بدكم مثلا تعملوا directory أو إشي لازم تتعرفوا إنه لما أكتب make directory وبحط الإسم it's gonna create this directory inside the same the same location اللي فيها الكود اللي هو الكود تابعنا اللي هو الـ data صح نحن سمينا data أوكي the same location إذا بدكم تعملوا في مكان تاني تقدروا تحطوا location هون location كاملة ممكن تعملوها أي مكان أوكي هلأ نعرف إن الكود خلص وهنا عندنا الـ new files الحمدلله هلأ هاي الـ new files صارت موجودة هلأ بدنا نتأكد الفايلات هاي قديش حجمها بسم الله shit what's that what's that uh okay actually في إشي كتير غلط آه it's it's uh عم تحفظ كله بـ one cell ولا لأ I don't even get it آم أوكي خلنا نشوف هاي آم I think we have to create a loop for I loops from I equals um one to one zero four zero 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 لا zero أربعة بعدين نقرأ نعمل csv write iqc i one أوكي أنا آسفة جماعة آم تظاهر إنها بس didn't save يعني مش عارفة أنا هذي خلنا نشوف iqc واحد واحد iqc آم أنا آسفة جماعة أنا كنت كاتبة هون رقم الرقم اللي أنا بدي إياه العدد اللي هاي حطته هون هلأ هو it's only gonna read one cell اللي هو iqc at that specific row and that specific column فهمت علي أنا ما بدي إياك أنا بدي إياه من column one لحد هذا النمر والله أنا آسفة جماعة أنا مسطلع الآخر ما عليش I'm not that clever but it's fine end okay so هذي it's gonna save at this file بس كيف الدنيا عرف at which row okay خلنا نجرب ونشوف إرش رح يصير لأنه أنا مش عرفي how it's gonna write it لأنه this is the first time I used this right طبعا it's gonna take some time it's gonna it's actually it's not gonna recreate anything actually خلنا نعمل let's pause everything and let's remove everything R M D هاي للremove وبدنا نعمل remove لل آه احنا عنا two folders اوكي نعمل remove لل Laura Mottan ولم remove لل Laura Mottan 11 اوكي 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 لست المنزل لست اوكي 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 انا كنت ناسي الاس مرات بنسى السنتاكس يعني I have to revise my syntax فإحنا هلأ we removed the folders and now we recreated it يعني هذا فولدر جديد وإحنا هلأ لساتنا بـ operating loop 1 لأنه still ما طالع عندي أي فولدر اوكي هايو دخلت صار عندي فولدر هلأ إحنا في loop 2 خلينا بس نفتح هاد سوأنا هلأ بدي أفتح هادا مفروض انه يعني اوكي احنا هلأ بالباس فالنام احنا نساتنا loop 1 فأنا كنت هبله وعملت open اوكي جماعة أنا أسفل اوكي جماعة أنا أسفل اوكي جماعة أنا أسفل من تحضل اوكي جماعة هيظهر هنا عنا هيظهر هنا عنا هيظهر هنا عنا variables and I closed everything for now we have the folder created the first folder created اللي هو هاي مكدير so now we're probably reading so now we have an so we have created now we're somewhere here okay and I saw a bit there's a more efficient way why should I read all of the file اللي هو كتير كبير اللي هو ثلاثة مليون مدري ايش ليش الايكيو سي لازم يكون كتير كبير بالاخر I only want to utilize or I only want to use the first million فا فا اكتشفت غبائي انا انو بقدر بس احدد عدد الرو و عدد الكلام بس انا ما بدي اح اشو رينج هاي اوكي مبدئيا رح اخليها هيك و رح اخلي هاي ايكيو سي و رح نشيل اللوب لانو هيا во الاول كنت عم بحاول اعم كنت عم بحاول كنت عم بحاول اعمال ران لالة صم가요 يا جماعة أخد كتير وقت مش المفروض هيك ياخد كتير وقت فا اشتركوا في القناة شكرا 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 هون بقولنا انه لو بدي بس هلا احنا عنا هاي الانبوت من ام بدي اقرأ بس رو تو اتنين رو فايب وسبن وكولم زيرو ام يعني هو قرأ اخر اتنين اه يعني هاي زيرو هاي وان هاي تو والكولم زيرو وهادي اوكي خلنا نجرب احنا بدنا نعمل اه aquí مفروض هاي تكون 399 هي كم صفر واحد نين ثلاثة أربعة يعني مفروض يكون ثري ناين 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 والصفر خلينا نشوف هادي طبعا it's still running my eye is on the IQC variable اللي يفروض يتغير حجمه ويصير 103999 و الفكرة هونه هو بقولي انه انا عملت exceed للنبر of array elements وانا زي ما فرجاتكم انه يعني it doesn't make sense الصراحة فاتذكرت انه اه اوكي ها يتغير اه اوكي مفتاز alright so something's happening this is a big number يعني خلا نكتوب one million uh bounded by row offsets one and two column offsets zero and two from the file described in the first example so عنا الفرست example خنا نشيل هاي عنا هدول اربعة في اربعة هانا عمل offset row by one و the column by zero يعني ما صار اشي بالقلم and then offsets one again zero for the column and then two صراحة i don't get it ها دي offset by million انا ما بدي offset انا بدي first first million رح اعمل zero 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 آم بعدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة محدود على سنها اشتركوا في القناة السنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تخلص اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة هذه اشتركوا في القناة ها تذكدة من Consult قمğim اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفكرة انو اشتركوا في القناة خليت الـend offset العكس الـend offset الـrange اللي هو من 00 اللي هو هاد والاخير الـend offset لهذا الرقم وما سوت اشي بالـ column بس هالا هنو واحد زيادة ليش هاد في واحد اوكي مش مهم واحد زيادة بس اذا بدنا نعمله احسن ممكن نستخدم الرقم فور او استنى الـ offset من ورا انا عيني على الـ IQC variable سورنينج هلا فبدي اشيل هادة الواحد بدي اعملها exactly 10400 فحطت الـ offset بالـend يعني هادة range هاد زي من الـ الـ offset الاول وهادة الـ offset الاخير او اوكي هاي ما تغير وصار عندنا فولدر ما شاء الله احنا حاليا بـ loop 1 احنا حاليا في هذا الفولدر في loop 1 صحيح انو عنا 2 files بس لاني انا مسوي هاي comment للـ remove احنا ما زلنا في loop 1 بسبب الـ base file name واو اوكي وكي احنا loop 2 او او ايش او او اضع ايش طبعا الـ i هادي لا تحتاجها بس وش عارفة هاي حيث يوجد هنا تمام شفتو كيف خلاص الكود بسرعة خلنا نشوف نتأكد يارب الحمدلله هلأ صار عنا فايل فياتو هذا الرقم بس احنا بدنا يوقف عند هون فا غيرت هذا الرقم لوان او ثري ناين 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 طبعا الاريابول انا كنت فكر ان بقدر اشوفها بتتغير بس اكون في لأ بس اتس فايل شفتو كيف يعني انا لما شلت الريموب هاي ما صار اي ارور هو نفس الشي لو لو ما احطت ال if هادي يعني هو بس حيطلع لي orange error ويحكي لي انه او this file already exist this folder already سوري انا بستخدم كلمة file and folder interchangeably اكتشلي الفولدر هو اللي بيكون جواته فايلات مش عارفة ازا هادا اللغتي ازا هي الصح ولا المهم انه هذا اللي قصدي قصدي انه الفولدر هو اللي يحتوي على الفايلات هدول هم الفايلات وهذا هو فولدر فلما انا اعمل ميك فولدر ويكون الفولدر موجود لانه احنا عنا اتنين فايل فا it's gonna loop for the both files و it's gonna need to create a folder for each one فا we don't want to create the folder twice فا this is why انا حطرت if exist لانه اصلا حتى if يعني بدون ما احكي if does not exist ما تلاب لحاله حيقولي انه this folder already exist وبس يعني هذا ال only error اوكي بالمختصر مش مهم كل هاد اللي انا سويته والعجقة المهم انتو تفهموا كيف تستخدموا ال csv read و الفولدر m وكيف انه دير هالي الفنكشن تعطينا array of arrays و كيف يعني كل هاي الاشياء اوكي هلأ خلنا نشوف ممتاز الفايل size is exactly 10400 وهاي is exactly the correct size perfect هلأ خلصنا ونا اسف على الاطالة بسوي فيديو تاني اصير اوكي 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 اوكي